لكن عدي إلى البغرد يقول الاسم دياز الوظيفة جارديم سامي شوف الإسكالية وليس في الهزيمة فقط الإسكالية في الظهور بهذا الشكل يعني كان شكل الهلال اليوم أعيد وأكرر كان مخجل فنياً بصراحة يعني بس مو أول أمباراة يعني والرجال ضامن التآهل ضامن صدارة تقلب عليه الأمور بهذا الشكل والريان كذلك كان ضامن التآهل ولكن قدم مستوى مفترض أنك تقدم مستوى مميز في أرضية الملعب لكن الحافز عند الريان غير حافز يبغي غير حاش من مواجهة الدحيل الحافز الدافعية موجود عند الريان ولكنه اليوم قدم مباراة كبيرة أمام الهلال يعني اليوم شكل الهلال كان صراحة يعني أبداً أنا أريد أن أكرر المباراة هذه مستحيل تشوفها يعادة إشكالية عند دياز الإشكالية الوحيدة اللي هي كثرة التمرير في منتصف الملعب ما يلعبون كرات طويلة يعني ما يفاجأ الخصم تحدث عن اللعبي الهلال بتواجد دياز يعني كل مدرب له جابياته له سلبياته هل أنت مع أبقا دياز هل استمراره إن شاء الله أنا بالتأكيد أني معاه ما فيها واحدة اثنين يعني ولا نمحي العمل الجميل لقدمه ولكن أن المباراة الماضية يسجل في الهلال هدف ديقية خمسة مباراة الشارقة مباراة اليوم الريان القطري يسجل في الهلال هدف ديقية خمسة معناته أنت عندك خلل دفاعي واضح سواء في التشكيل الأساسي أو تشكيل الاحتياط أنه تبدأ المباراة دقيية خمسة ويكون في مرماك هدف أعتقد أن هذه أشكالية كبيرة يجب على الهلالين حلها العذر أو خلينا نقدم العذر لدياز بأنه لم يختار لعبي إلى جانب أنا ما أقدر ألوم مدرب هو لم يختار لعبي يعني غير أنه في لعبين خيب الظن بصراحة بمستوى الفنية أولهم بريرة اليوم ما لعب ولكنه خيب الظن في مباريات كثيرة فأنت أحيانا قد تلوم المدرب ولكن في أحيان أخرى لا قد تقدم لها العذر وبالحق وليس تقدم لها العذر بتبرير واهي لا دياز مع الهلال لم يختار أي لاعب أجنبي أنا متأكد لو دياز اختار لاعبين الأجانب سيختار لاعب يجيد الكرات الثابتة الهلال لا يستفيد من الكرات الثابتة تحدث الكرات المباشرة على المرمى في الأوفرات تواجد سمال الفرج ويقدم مستوى جميل فترة أخيرة وجالس يقدم حتى أوفرات جميلة سواء في الكورنر أو حتى في الكرات الثابتة ولكن في التسديد شفنا اليوم كورة على منطقة الجزاء صراحة كانت سهلة جدا كان مفترض أنها تكون خطيرة على أقل إن لم تسجل أنت تخاف يختار ويجيب لك واحد زي ماتياس تذكره؟ هذه مصيدة هو الأجنبي اللي اختارها في الهلال؟ طبعا طبعا لذلك أنا لا بس لما ألومة أنا في ماتياس لأنه اللي اختارها فألومة لكن اليوم لما يكون ما اختار لعبي الأجانب أنا كيف ألومة؟ تآهل وخوف الهلاليين وقلينا نقول قلقهم ليس من مباراة اليوم الهلال متصدر وتآهل ولكن الحديث عن بطوة الدوري الحديث عن كأس الملك أبو لطيفة الهلال سيلاعب الفيحة مرتين حارس الفيحة مي فلاديمير نحن شفنا فلاديمير يقدم مستوى رهيب مستوى مخيف جدا أقوى دفاع في الدوري دفاع الفيحة ستلاعبه مرتين كيف ممكن تتسجل في الفيحة بهالطريقة طب هالمستوى اللي شفناه اليوم يجب على الهلاليين نعادة حساباتهم وقبل كل شيء يجب على اللاعب الهلالي الفرد اللاعب الهلالي يجب أن يتحمل المسؤولية ويستشعر أكثر حب سالم الدوسري جدا ولكن تسديد ركزة الجزائي اليوم إحنا ما نريد أن نحمل كل شيء ونطلع له ليلة سوداء ولكن التسديد كانت باهته تشوف التسديد يا أخي ممكن تكون أقوى من كذا ممكن تضاحف سقف المرمى تسديد بهالطريقة بصراحة هي نفس تسديدات سالم في كل بلانتياتها هذه تسديدات إذا مرة عدت مرتين معك حق ولكن أنت لما تضيع أكيد أنك تتحمل المسؤولية تسديدها بهالطريقة كرة يعني سهلة جدا أنت تشوف عادتها مرتين ثلاث كرة كانت سهلة لكن ممكن تحطها في صقف المرمى هذا لا يلغي نجومية سالم لا يلغي أهميتها أنا عندي سالم الدوسري من أفضل عشر لعبين في تاريخ الكرة السعودية هذه ليست في واحد اثنين ولكن لما يخطي يجب أن ينتقد لما لعبين لهلال يخطئون يجب أن ينتقدون برات اليوم أنا إذا كنت تحدى لاعب هلال يشاهدها إعادة العشر لعبين التي تشوفهم فيهم لعب غير هلاليين كيف؟ أنت تقول من أفضل عشر لعبين مروا في تاريخ الكرة في لعب غير سعوديين غير هلاليين طبعا طبعا ولكن تصدرهم على بالي بتقول بعد العشرة كلهم لا أتخانق معك اليوم